نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد حول إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بكرت موحد بدءا من أول أغسطس القادم وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن مشددة على استمرار العمل بالبطاقات التموينية دون إلغاء مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية وموضحة أنه سيتم تطبيق منظومة الكارت الموحد بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد فور انتهاء التجارب الفنية لاستخدامه في صرف المقررات التموينية والخبز إلى جانب سريان البطاقات التموينية كالمعتد